اصحابي اصحاب الكرة الهلوية لكم اني احلى تحية ويا اجمل من الليلة دية وباذن الله هنغلب الوداد اتنين يا فندية معي في الفيديو دوت ارقام معلول الراجل الغول اللي عامل ارقام مهول في بطولة افريقيا ومعانا ارقام للنادي الاهلي في الادوار الاقصائية ومعانا كمان نظافة الشباك النادي الاهلي وكلمة جده للنادي الاهلي وكلمة اكرامي شريف اكرامي لمصطفى شلبي وسلومانيكو اللي بقى اللي جاي يندم بعد اللي عمله طبعا مرحلة السن والراجل بيعجز وعاوز يختم حياته وجاي اهتزر دلوقتي المهمة هنبدأ ونقول باسم الله مرحيم وصلعنا بينا الكريم احوك اهلاوي اشترك معي اهلاوي يا محترم نبدأ على طول على علي معلول الراجل الغول بيقولك علي معلول هو اكتر لعيب الجيل الحالي للاهلي مساهمة بالاهدف في البطولات الافريقية بستة وتلاتين هدف سجل حداشر هدف وصنع خمسة وعشرين ده مين علي معلول الغول اللي هو في حياته التانية لسه لعيب ابن يومين جاي بيقولك مش عارف مين شلبي بكل رفعاته بكل علي معلول وكلام ده كله عشام هم الناس يتخيلون في زمالكهم هزا اشياء عجيبة نيجي للنادي الاهلي النادي الاهلي في الادوار الاقصائية لو معاي الغد دلوقتي اخبط اللايك يا جميل النادي الاهلي في الادوار الاقصائية لعب اربع متاشر فاز في تلاتة مخسرش خالص اتعادل في واحد سكنة شباكه زيرو ويسجل ست اهداف نيجي الاخ الوداد الاخ الوداد لعب اربعة باذن الله الارقام دي ومشيت ربنا هترجح لنا كافة الاهلي باذن الله احنا شوفنا الاهلي ست اهداف ما دخلش في حاجة ماشي كسر تلات متاشر اتعادل متاشر واحد الادوار الاقصائية للسيد الوداد لعب اربعة فاز في واحد خسر واحد وتعادل في اتنين وسكن شباكه ثلاث اهداف وسجل ثلاث اهداف معنا سكن شباكه ثلاث اهداف ان الرجل ده درون ويعني الدنيا ماشي معا بدي ايه بالتيلة واحنا عارفون الوداد برضو خرج من المجموعات بالتيلة بيقولك الاهلي حافظ على نظافة شباكه في بطولة افريقيا في سبع مباريات اه 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 نيجي بقى لشريف اكرام شريف اكرام شريف اكرام ما شوفت ليش حاجة بيهني فيها الاهلي لانه هو خرج من النادي الاهلي لكن الراجل ما بيدعمش الا اخبط لايك واشترك معايا في القناة اه ما بيدعم مصطفى شباكه شبير بس بيقولك ان نزل تويتا بيقولك كل الدعم للحارس الواعد مصطفى شبير على ما يبدو ان هو خلاص هو الاكيد لان كل الاخبار اللي طالعب تقول ان شناو مش هيلعب وطبعا كلها الشكوك ما يبانش الا ساعة المطش ودلوقتي اه شريف بيقول ان شبير اه مصطفى شبير اللي هيدعب يبقى كده بنسبة كبيرة جدا ان مصطفى شبير هو اللي هيلعب مباريات اليوم المباريات الكبيرة تصنع الحراس الكبار بطل افريقيا مع زملائك يا وحش بازن الله كل التوفيق والمساندة يا بطل نيجي للاخ الكوميدي سليماني كلبالي سليماني كلبالي اللي خرج من الاهلي ورح اشتكى الاهلي وقال في عنصرية ويتهضوني ومراتي وحديبادي ورح نادي في ابرس تقريبا ولا لونانو وهرب منه وبعدين رح الافريقي تقريبا وعمل في مشاكل دلوقتي بعد ما كبر واستوى انت اللعيب اللعيب المهاري وفي احيانا لعيب مهاري وبيبقى ممكن يكون اسطورة بس عقله المنتالي بتاعه يغطسه بدل ما يخليه اسطولة يخليه مسطولة فسليماني كلبالي من الشخصيات دي متى يقلي لما ابتدى موخ يوعى ويكبر شوية قالك ان انا غلطت في حق نفسي وحق النادي الاهلي دلوقتي السليماني كلبالي بيقولك اتمنى الفوز الاهلي بدور الابطال نادم جدا على هروبي والان اريد العودة والاعتذار للجماهير واسبات نفسي الكلام ده كلمة اسبات نفسي خلاص رحت عليك انت راجل كبير دلوقتي لما كنت تثبت نفسك وانت صغير عشان اسبات نفسك كان يكبر ويخليك اسطورة لكن جاي بعد ما فات الاوان وتقول اسبت نفسك راح اللي راح يعمل حاج نيجي للاستاذ خالد الزغنطوت اللي فرقته كلها لما زمالك بيلعب بيبقى على الادرانالين واعصابهم تلفنة والفرقة ومش عارف ايه ويشتموا اللاعبه في الملعب ويشتموا الحكم ويشتموا حتى بيشتموا اماماتهم ويشتموا بعض من التوطل والادرانالين بيقولك ايه بيقولك جماهير الاهلي ده مين اللي بيقول الزغنطوت بيقولك جماهير الاهلي متوترة قبل اللقاء لا تقلقوا الاهلي سيفوز يا حبيبي القلق ده عندك انت احنا احنا كاهلوية الادرانالين عمره ما يوصل لنا يعني لما وبني لا تقلقوا اهوه وانت نفسك بتقولي الفرقة وحيدة اللي بتكسب في الدوري وتكسب في الدوري احنا عارفين الفرمنتانها تكسب في بطولة افريقيا بيزدلها نكسبها التوتر ده ميجيش اللي الا الواحد مش قادر يكسب بطولة افريقيا 20 سنة بس. يعني لما رجليه تاختقوا لتحدي Penofit صعدين 6 مرات وكذبانين من الثلاثة الاخرين كذبانين اثنين يعني العملية بالنسبة لجمهور الاهلي شك الدبوز ده احنا عاوزينها بس بريدج نطلع بها كاسة عالم الاندية اللي متعودين عليه فمش محتاجين دعمك يا استاذ نيجي اللي قاله الموسيقار بيقولك لو للظلم التحكيم الذي تعرض للعوز زمالك في مباريات الدوري كان سيتوفوك على النادي الاهلي بفارق 18 نقطة طيب نيجي نتكلم عن الظلم التحكيمي كده هل الظلم التحكيمي كان يستوجب ان احنا نمشي كلاتنبيرج؟ طب ماشينا كلاتنبيرج ماشي على بداية السنة وجبنا خريرة اللي هو مالوش اي صفة اساسا خريرة دلوقتي بيجيبلكو هو وتوفيق وهو وفاروق المدربين اللي انت عاوزينها ماشي فين الظلم اللي اتظلمتوه؟ واحد زي نادي بروكسي الظلم في نادي بعديد مش عارف الطلايع ولا فرقة ايه اللي مصطفى محمد صبحي عرقل اللي ابني خلفه ماخدش ضربة ماخدش طرد كل دي مش حالات مفروض ان الزمالك هو اللي فيها الظلم مش المظلوم؟ طيب بلاش ظلم ومظلوم؟ انا اراضي ضمير كل زمالك هو فيكو هل الاسكواد اللي موجود للنادي الزمالك حاليا يكسبوا حتى اي بطولة الرابط؟ بلاش خلاص راحت الرابط؟ هنقول ان انت تخرج من المجموعات في البطولة العربية؟ هل ممكن انت تخرج من المجموعات بطولة العربية بالاسكواد ده؟ وهتروح في تحكيم مالوش علاقة بالتحكيم المصري؟ فالكلام ده منقود كلياتا الاسكواد بتاع نادي الزمالك ما يكسبوش اي شيء نهائي 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 مالوش علاقة بالتحكيم مع ان؟ التحكيم دعمه كده كده؟ بس برضو ما اعرفش يعمل حاجة نيجي الاستاذ عمرق دي بالحلقة اللي كان قوية جدا مبارح وسلخ ودبح كل المعنيين بالامر بيقولك كل شوية يقولك انا ماشي وشوفوا النادي الزمالك هياكل منين؟ هو كان نادي ابوك ده طبعا الاستاذ عمرق قديم هو العامل الغالبان ده بياكل من بيت ابوك ده نادي الدولة وده موظف دولة انت بتقبضوا من جيبك الزمالك عزبت مرتضى منصوره اولاده طبعا كلام منصوره الاستاذ عمرق قديم وده نادي له ارباح وناس بتشتغل الفلوس بتروح فين؟ هنا نرد على السادة الثانيين اللي هو عفيفي وعنيفي والاستاذ بزاع قلوه خد يا استاذ عمر السؤال ده وروح بيهم قلوهم ارباح الناجي بتروح فين؟ عشان بيسألوا على الموارد فخدهم وروحوا وسألوا وشوفوا الموارد بيسروح فين؟ كان المواقع بتاع الزمالك كلها بتقول ان في نادي فاسد الدوري كله وكله بياخد مصالح وويه 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 كنت اتكلمت على النادي اللي هو فاسد الدوري يعني لو خرج هو من الدوري وتلعب فير مفيش مسؤولين بتساعده ولا حاجة يبقى الدور ده ينصلح حاله اللي هو نادي الزمالك اللي الدولة كلها بتساعده والمسؤولين بيساعدوه ده اللي انا بتتكلم فيه وبرهنت وقلت ان الزمالك بيتكسر له اللوايح عشان تبقى طوله خربانه ويتقايد له لعيبة بعد تلاتة وخمسين يوم وعشان هو متعود على كده فطالب قيد استثنائي فطبعا يعني ان كلمة استثنائي معناه ان انت على رأسك ريشا وان انت المدلل مش الاهل المدلل نكمل بقى على الحتة دي قولوا استاذ عبد الشافي الصادق بيستغل الحتة دي جدا 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 وعارف ان التالبات دي بتعمل بيقولك برمز مش قدي دور الابطال الزمالك ممكن يتفاوض معه ويطلبوا يلعبوا كونفدرالية ويديوهم قرشين قد البطولة وادي نادي